بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير والا دائما مع الوصفات الصيفية السريعة السهلة جبت لكم دي صندويتش خفاف ضراف يليقوا لهذه اليامات مع سخانايتو وللناس اللي راه يتروح للبحر كيف كيف تديوهم معاكم البحر يجوكم بزف هايلين سيت ندير تن انفخص بزف سهلة اقتصادية يعني نوعا ما والا وسختو سختو سهلة ومتشدش الوقت وفالا دونك الفكرة انو هاد لي ساندويتش يتخدموا بلعجينا دوك تشوفوا الفكرة كيفاش بلكن لي تعرف هاد الفكرة ولما تعرفاش ننصحكم تجربوها رايحين تنبهروا بالنتيجة ديالها اه لا ونبدأوا الوصفة مع بعض هنا يراني رايح نوجد انصو ستومات فكرة يعني كيفاش نخدم انا انصو ستومات حكا تعامين داك لبيتزا ولا مو ملاحات دونك نجيب طوماتيش نقطعها هاك دادي مخصوعة شوائيا حطها فكسرونة نحط لها الملح السكر بانسير لازم تحطوا السكر كديرو صوص طوماتي باشتراو حديك الحموضية نزلت اعشاب عطرية وتوابل ندير فلفل كحل ندير القصبر حطيت انا يفصص تاعدتم في اللو نورمان مكانو يبانو لما تحطش فصص تاعدتم وعندها التوم بودرة كيف كيف ونحطتين طوماتيش تاعل البوات كونسانتخي ونحطتين شوية تا الزيت نغطي اليها ونحطيها مين داك هاكدا نقعد غير نحطي فيها ونغطيها ومن بعد نحطيها لغطة ونخليها حتى تنشف تماما شوفوا كيف حجم ديها لها كيف شوية صغير نشفت من ما ديها لها نخليها تبرد من الاحسن ما تتميكسي وها شو هي سخونة ما لا باجيش علاش تبان لي كدنا نميكسيها هاكدا وهي بردة تقعد تقيلة المهم هاي لك النتيجة شوفوا كش تمتلي انسوس عاقدة وبزاف بنينة هذا ما كان ومن جهة واحد اخرار سنبدأ فلافاقس هادي جبت حبة بصل كبيرة شوية على حسب انتو مالحل لا كنت تليها تديروها قطعتها هاكدا دي لاميل دي شرائح أرقاق ندبل هاكدا البصل ديالي باش نديرو كاراميليزي نقعد غير نحرك فيه صنزاغي كي مشتول هذا البصل تعدو كموليشة كاراميليزة غابيد كي ما بكري وحطيت مع هاكدا شوية تأزيت مع اللو وحطيت شوية زيت الإسانسيالة نحرك فيه صنزاغي كي ما راكوا تشوفوا حتى دبال كامل وعطاني هادي اللون الدهابي نزيد عليه شوية صدر دجاج تقدروا ديرو فيون داشي انتو موشاك وحبين ولا كنتي تب ينسوغ على حساب أفراد العائلة ما نشرح نقول لكم أنا درت ربع صدر تعلجاج ودار لي كمية كبيرة بسكو هادي بما كش منها إلا عندك شوية في العائلة ربع صدر دجاج رايح يكفيك إلا عندك بزاف قد ما ديري ما هو حيكفيك هادي بورك بوس كنشوفوا دي فيديو قولك آه درت بكمية صغيرة تعالصة در دجاج خرجت لي كمية كبيرة ما كش منها المهم هادي بورك بين قوسين نحط التوابل هنا حطيت الملح فلفل كحل بابريكا ودرتاني الكوري توابل هنا بينسوغتو ما تتحكموا فيهم خليت لعفخص ديالي نغطي إليها حتي طيب ليلجاج مليح بعد ننعي لغطة ونخليها تتحمر لي هذا ما كان نجوزوا للمونتاج تعليل صندويتش ديالنا فالفكرة بدون عاجينا يعني أنا هنا هنحن نخدم هذا البنت تورتي البنت تاكوس كما تحبو تسمي رحو يتبع وجد أنا شت هاد لامارك شريتها هكا كون بارازا ما كنت نعرفها بصحش حال هيلة بزاف هيلة طرية ويجي طايب شوية ما شي كما البنت تاكوس اللي مول في نشره هاد لتورتي مالذيبوني بزاف عجبوني ما شريتهم هكا بركون باغازا غيني ما كنتش نعرف لا مارك هذا ما كنا نشت حبا بيد أنا فرقت الصافار على البيض البيض نديروا هكا على الحافة على الخبزة ديالي باش تلسق خاص رايحة نخدمهم على شكل سوفلي و صنو نعطيكم فكرة لي ما تحبش قاعدة تجبنت الحبات تقدر تشت شوية فارينة تحط تخلطها مع شوية ما تجوزها كما تجوز في بيض البيض و تتغلق الحبة عادة هذا المكان نضع لفخص كما ترى زدرت خيط على شكل مكعبت قليت بطاطا على شكل مكعبت مدت نتيجة كثيرا ساندويتش رايحين كما التاكوس و شنو نطيبون في الفوق للناس اللي ما عندهمش البانينوز و زيت بزيادة النوع و نضع لفخص من الناس اللي ما عندهمش نضع لفخص من الملحين لتجوزها كامل و نضع لفخص و نضع لفخص هذا المكان من الفوق كنت تدهنت الحبة من الفوق بصفار البيض و نضع الحمارية الشابة حبيبت نضع لفخص و نضع لفخص مدرت لفخص حسنا لأتصال و من الفخص و السلس اضع لفخص بيزا ثم ذات المهم هذه هي الفكرة نضع الأدواق على 180 درجة سخنوه من قبل البيان نضع الأدواق من قبل البيان نضع الأدواق من قبل البيان لا يشدوا الوقت 5 دقائق من قبل لكي يتحمروا كما قد لكم وتكون لاغسات ديالكم موجدة وتأكلوهم بالصحة هنا وشاهية طيبة ونشاء الله نتلقى في الغسات الجاية إلى اللقاء